كالعادة الحقيقة كل جمهور النادي الأهلي لما النادي الأهلي لصفحة رسمية أو عندنا هنا في قناة النادي الأهلي يعمل تيك توك تيك توك بتلاقي دايما الناس بتنتظر ماذا سيحدث خلال الأيام القادمة انتظروا ماذا سيحدث داخل النادي من منشآت جديدة وافتتاحات جديدة تخص هذا الأمر أنا هنا مش بتكلم عن كرة القدم ولكن دايما بتكلم على الشكل الاجتماعي النادي الأهلي لماذا عندما تتكلم عن النادي الأهلي بتقول ان هو أكبر نادي اجتماعي ورياضي طبعا كلنا عارفين وكلنا بالنسبة لنا واضح جدا بالأرقام لكن اجتماعيا كمان لما يكون عندك فرع واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ودخل على السادس اعتقد ان الأمور كلها بتبقى واضحة لكل أعضاء الجمعية العمومية والجمعية العامة الجمعية العامة دي كل الأهلوية هو ايه اللي بيحصل في فرع النادي الأهلي فيه أو مقر النادي الأهلي في الجزيرة زي ما حضراتكم شايفين دايما بنجيب لحضراتكم كل اللي بيحصل أولا بأول يعني تطور كبير جدا في المنشآت داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة تطور كبير جدا في الانشآت الحديثة داخل النادي الأهلي أو مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد أيضا مقر النادي الأهلي في مدينة نصر وزي ما حضراتكم بتشوفوا تطور كبير جدا جدا في اللي بيحصل في مدينة نصر أيضا فرع رابع إن شاء الله فرع التجمع الخامس حيتم افتتاحه قريبا جدا وزي ما حضراتكم شفتوا بعض الصور اللي نشرها سيادة الوزير السابق لنائب النادي الأهلي أو نائب مجلس إدارة النادي الأهلي الوزير العامري فاروق اللي كان نشر بعض الصور واقتراب افتتاح فرع التجمع الخامس الحقيقة كل ده حنشوفه قريب زي ما حضراتكم شايفين وإحنا بنتكلم بعض اللقطات الخاصة لقناة النادي الأهلي من الفروع أو مقرات النادي الأهلي المختلفة وزي ما حضراتكم عارفين دايما النادي الأهلي عندما يتكلم بيعمل كل حاجة علشان خاطر ولاده وبيعمل كل حاجة علشان خاطر أعضاء جمعيته العمومية وأعضاء جمعيته العامة اللي هو كل أهلاوي خارج الجمعية العمومية اللي احنا عددنا سبعين خمسة وسبعين مليون أهلاوي بيشجعوا ناديهم بيخلوهم فخورين جدا 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 بشكل النادي الأهلي من الانشاءات اللي حضراتكم شايفينها الجمعية العمومية طبعا كلها أهلاوية وبالتالي بتبقى فخور وانت قاعد داخل النادي الأهلي الجمعية العامة وانت قاعد بتشجع ناديك برة عارف ان انت عندك أربع أو خمس فروع كلهم أحلى من بعض زي ما حضراتكم شايفين كده حاجة محترمة جدا 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 قريبا جدا هتسمعوا أن يكون هناك افتتاح الفرع الرابع أو المقر الرابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس في القاهرة الجديدة حاجة فخر لكل أهلاوي وفخر لكل مصري لكل مصري محترم الحقيقة لما يبص تشوف الانشاءات الجديدة والحديثة واللي بيحصل في فرع أو في مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس أعتقد شابوه لمجلس إدارة النادي الأهلي بنشكرهم على هذا المجهود الرائع هذا المجهود الكبير على الرغم من كل ذا وعلى الرغم من انت بتبني أربع فروع أو أربع مقرات أو بتعمل تحديث دائم وتطوير دائم لأربع مقرات موجودين في أماكن مختلفة ولكن تخيل أن ميزانيتك بتبقى 3 مليار 3 مليار وشوية وكسبان 150 مليون جنيه في ظل كل اللي حضراتكم شايفينه وفي ظل كل هذا التطور الواضح لكل المنشآت اللي موجودة في النادي الأهلي فبالتالي عندنا مجلس إدارة بنشكره عندنا أمين صندوق بنشكره عندنا مجلس إدارة يستطيع أن يدير محفظة النادي الأهلي بشكل رائع جدا بحيث أن أنت بتبني وبتنسخ وبتطور وفي نفس الوقت بتكسب وبتخلي أعضاء جمعيتك العمومية مبسوطين وأعضاء جمعيتك العامة لهم كل الأهلوية اللي بيشجعوا النادي الأهلي خارج الجمعية العمومية فالحقيقة أنا بشكر جدا جدا مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا الأداء الرائع وشكرا وإن شاء الله افتتاح قريب لمقر النادي الأهلي في التجمع الخامس وشكرا وإن شكرا 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 و